قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يوم الخميس أنه أكد في اتصال هاتفية مع وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وأستراليا على أن الهجوم الإرهابية الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا ينتهك القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وينتهك الحصانة الدبلوماسية للموظفين الدبلوماسيين لكن مجلس الأمن الدولي لم يكن بإمكانه إصدار بيان يدين تصرفات إسرائيل لذلك من الضروري الدفاع بشكل مبرر من أجل معاقبة المعتدي وأشار عبداللهيان إلى أن إيران لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب لكنها تريد استعادة الاستقرار والأمن في المنطقة كما يجب وقف جرائم الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والضفة الغربية يذكر أنه في الأول من أبريل تعرض مبنى القسم القنصلي لسفارة الإيرانية في سوريا لصواريخ إسرائيلية وأكد الحرس الثوري الإيراني أن سبعة من أعضائه قتلوا في الهجوم بمن فيهم إثنان من كباري القادة